وبالمناسبة الموضوع مش متعلق بالجانب الرياضي بان الاهلي مثلا بطل افريقيا وان الاهلي يواقب بطولات قد كده وانجازات قد كده وكلام من ده لا 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 الموضوع بيتعلق بمؤسسة بشكل كامل ازاي بتشتغل ازاي بتقدر تكسب مكاسب مادية ازاي تقدر ان هي تعمل ادوار مهمة جدا في الجوانب الاجتماعية الجوانب الانشائية يعني الموضوع كباكتج مرة واحدة او كباكتج على بعضها كده مؤسسة النادي الاهلي فبالتالي زي ما حالكم شايفين كده اللقطات قدامنا كابتن محمود الخطيب هو موجود بعد وصوله لدبي بالامس مع الدكتور طبعا سعد شرب المدير التنفيذي للنادي الاهلي والاعلامي الكبير عقوب السعدي الاعلامي الاماراتي الكبير وامور كلها غاية في الاهمية وحاجة تدعو الفقر دايما لما تلاقي النادي الاهلي بيقرم كده في جوائز كبيرة زي دي فاكيد لازم تفخر دائما وابدا بانك نتمي لهذا النادي طيب خلينا نروح نشوف لقاء مهم جدا مع زميلنا العزيز محمد توفيق مرئيس القناة الاهلي هناك في هذا الحفل والحفل بالمناسبة حيكون بكرة لكن هو موجود مع الكابتن محمود الخطيب في هذه الرحلة الهمة ومع القاء مهم جدا مع الاستاذ يعقوب السعدي الاعلامي الاماراتي الكبير نشوف اللقاء ده ونرجع مرة تانية ترجمة نانسي قنقر